احنا فعلا في المشكلة حقيقة يا دكتور عندنا عيالنا بالفعل اولادنا وبناتنا تعبنين وعندهم في البعض منهم عندهم امراض نفسية بالفعل يعني عندهم ضغوط نعمل ايه كل واحد فينا يقوم بدور كل واحد يقوم بدور الدولة تقوم بدورها بعد إذن حرارك يا دكتور الدولة تقوم بدورها المؤسسات الدينية المؤسسات الدينية المؤسسات الإعلامية المؤسسات التعليمية كل من له كل من له تفاعل في تغيير شكل المجتمع لازم يساعد فيه كلمة أخيرة بعد ذلك أزول ارحموا شبابنا وبناتنا عشان بناتنا كمان محتاجة لنا أنا بقول لازم أن احنا نفكر بهدوء يعني ما نركبش عقلنا أنه إشمان ده عنده وده ما عنده كلمة إشمان والحيطة بقى المودة والرحمة لابد أن تسود بشكل أفضل وطبعا التنوير للشباب والتنوير أيضا للأبا والأمهات أنا بشكرك دكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع أنا بشكر حضرتك أستاذ رجب الأستاذة مونة الأنسة ميادة شرفتونا يا فندم وأنا حلقتي أقول مش نسب الطلاق اللي زادت دا نسب التعاسة اللي زادت لأن حياتنا كلها بقت مادية أنا بطالب باتنين رجال عقلاء من بلد متعودة على المطاريف المغاللة فيها في الجواز ويكونوا قادرين ماليا جدا ويسروا أنهم يجوزوا بلدهم بالمعقول ويعلنوا ده في بلدهم ويبقوا هم عبرة لبقية المجتمع عشان نغير المفاهيم وأنا هعرض جواز ولادهم عندي هنا في البرنامج عشان إحنا علشان نتحسن لازم نتغير بقوا على ألف خير وسعادة